ذكرى الخامسة والثلاثين لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية واحتفاء بعياد أذار قام مكتب حلبجة لمؤسسة بارزان الخيرية بافتتاح حديقة واقعة على أحد الشوارع العامة بعد تجديدها السادة محافظ حلبجة وسادة نائب المحافظ ومدير الشرطة ورئيس بلدية حلبجة السادة الحضور الكرام اليوم حيث يفصلنا يوم واحد عن الذكرى السنوية لفاجعة قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية فقبل خمسة وثلاثين عام تعرض هذه المدينة لعملية إبادة جماعية ما أدى إلى استشهاد الآلاف من أبنائها والتدمير البنى التحتية وإفساد البيئة فيها لذلك نحن كمؤسسة بارزان الخيرية استذكار لهذه الفاجعة واحتفاء بمناسبات آذار ذكرى ولادة الخالد مصطفى البرزان وانتفاضة آذار ضمن برامج مؤسستنا بكل فخر وكواجب على عاتقنا نقدم خدمة لهذه المدينة في مجال البيئة حيث تحتاج إلى المزيد من تقديم الخدمات لها ونشكر تعاون رئيس البلدية معنا في اختيار وتشخيص هذه الحديقة مع السادة محافظ المدينة والدوائل الحكومية المعنية لنقوم بتنسيق وتجديدها والهدف من هذا العمل هو الاهتمام بالبيئة وهذا العمل جار في كل الدول والمدن المتعرضة للحوادث أحد القطاعات التي يهتم بها هو مجال البيئة وزيادة المساحات الخضراء ونشعر بالفخر والاعتزاز نقوم بحضوركم بتسلم هذه الحديقة لبلدية حلبشة وقسم الحدائق فيها ونشكر مساندتهم وتعاونهم معنا لتنسيق الحديقة حسب ضوابطهم وغرسنا فيها شتلات لأجمل أشجار وأزهار الزينة ونشكر حضوركم الكريم